متى اطلح كرامتك ياخوي انا اقولك متى اطلح كرامتك يوم صوتك ارتفع على من تعب عليك ورباك مرة صالحة عمرها فوق التسعين وش قال ولدها؟ قال يوم من اليوم وامي قاعدة عنديش البيت جاننا واحد من الجماعة بسير علينا فيوم جاء عنده شاف امه عنده وقال له ما شاء الله امك معاك في البيت قال لا انا اللي معاها في البيت من باب الكرم لها ام الصالحة شقالت؟ قالت حق ولدها قالت له لا يا ولدي يوم كنت صغير كنت عندنا في البيت يوم كبرنا احنا صرنا عندك في البيت ما قريت كلام الله سبحانه ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما صدق الله العظيم الولد قال حق امه كني اول مرة انا اسمعها الايات كل شي اخوان مع الوالدين يضعف مع تقدم السن الا شي واحد يا اخوان عاطفة الاب والام تزداد قوة ايه والله انها تزداد قوة فاحذر انتو اياه احذرو انكم تطفون هالعاطفة ببرودة مشاعرك فلا تقهر امك وبوك فوالله العظيم يا اخوان دمعة تنزل على خد امك ولا على شيبة لحية اب محتسر هذه قوية كافية يا اخوان منكم تغرقون في ظلمات الحياة واكثروا بالقول رب يغفر لي ولي والدي رب يغفر لي ولي والدي تجمع بين ثلاث كلمات الدعاء والبر والاستخفار وسمحوا لي علي الطالة يا اخوان اعتقد فهمتم معنا الموضوع اللي انا تكلمت عنه اتمنى انها ينال عجابكم اشتركوا في القناة